أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب النجاح الكبير الذي حققته فعليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلة وان جاء ثمرا من ثمار الدعم الكبير واللا محدود الذي قدمه جلالة الملك المفدى لتهيئة الأجواء المثالية لإنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي الكبير وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد في تصريح له بمناسبة نجاح سباق الفورميلة وان تمكنت مملكة البحرين من تقديم نسخة استثنائية للفورميلة وان في العصر الجديد وذلك بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل السمولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاستضافة المملكة للحدث العالمي الأمر الذي ساهم في تأكيد مكانة البحرين العالية في تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية على أرضها وإرساء ثقافة رياضة السيارات في البحرين والشرق الأوسط ومساهمته الفاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية وأضاف السموه لقد حقق السباق نجاحا كبيرا من كافة النواحي خاصة فيما يتعلق بالسباق الرئيس والسباقات المصاحبة فضلا عن الفعاليات الترفيهية الأمر الذي يؤكد أن مملكة البحرين عاصمة الشباب والرياضة ونوها سبو الشيخ ناصر بن حمد بالجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة حلبة البحرين الدولية للسيارات وحرص أعضاء مجلس الإدارة على تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد مع كافة المؤسسات العامة والخاصة في المملكة من أجل إنجاح هذا السباق ترجمة نانسي قنقر